الفيديو اللي فات عرفناكو عن اعراض الدهون على الكبد او اعراض الكبد الدهني وبنصحك لو ما كنت شفت الفيديو ده روح بسرعة تشوف الفيديو وتعالى بسرعة ارجع لنا كده علشان هكلمك عن اسباب انواع طرق علاج الكبد الدهني اول حاجة هنتكلم فيها نتكلم عن انواع الكبد الدهني هما نوعين نوع ناتج عن استهلاك او شرب الكحول ونوع غير ناتج عن شرب الكحول تاني حاجة هنتكلم فيها عن اسباب الكبد الدهني اول حاجة في الاسباب هي الوراثة يعني لو حد في العائلة عنده كبد دهني فاحتمالية الاصابة بالكبد الدهني بتكون كبيرة خصوصا لو وراثية تاني حاجة استهلاك او شرب الكحول تالت حاجة هي زيادة الحديد في الجسم وبتسمى الايرون اوفرلود رابع حاجة السمنة الزائدة او زيادة الوزن خامس حاجة هي زيادة الكوليستيرول والدهون السلاسية سادس حاجة مرض السكري وخصوصا لو اهملنا علاجه سابع حاجة مقاومة الانسولين ثامن حاجة الاجهاد التأكسودي وده بيسبب فيه ازى لخلايا الكبد تاسع حاجة التهاب الكبد الفيروسي عاشر حاجة التغذية الغير سليمة او الغير صحية هنا سؤال واحد هيسأله افرد اني معالكتش او اهملت الاعراض بتاعة الكبد الدهني ايه اللي ممكن يحصل اسمع كويس واعرف اول حاجة ممكن يحصل تلايف في الكبد يوصل لسرطان الكبد الفشل الكولوي الاعتلال الدماغي بسبب الكبد ويسمى الاعتلال الدماغي الكبدي نزيف اللي بينتج عنه فقر الدم سادس واخر حاجة السهولة في حدوث العدوى البكتيرية والعدوى الفيروسي دلوقتي لو شخص بيحصل له او عنده الاعراض بتاعة الكبد الدهني هل بكده فعلا يكون مريض كبد الدهني يعني لو انت حسيت بالاعراض دي او شفت الاعراض دي فهل ده دليل فعلي ان انت عندك الكبد الدهني طبعا لا لابد من عمل فحوصات الدم وهي خصوصا انزيمات الكبد وتسمى الالت او الاس ثاني حاجة الفحوصات التصويرية زي الاكس ري او الموجات فوق الصوتية ثالث حاجة الطبيب بيبدأ يعمل خزعة في الكبد لو تأكد الطبيب فعلا ان المريض ده هو مريض عنده الدهون على الكبد او الكبد الدهني فهل في علاج بيعطيه الطبيب علشان ان هو ينهي المرض للأسف لا ما فيش علاج فعلي لمرض الكبد الدهني طيب ما انا كده ههمله ويحصل لو ما فيش علاج يبدأ يحصل الحاجات اللي انت قلت عليها في الاخر دي طيب ايه الحل او هعمل ايه هيبدأ الدكتور يقول لك طيب انت مريض سكري اه انا مريض سكري يبقى انت لازم تحافظ على السكر بتاعك تحت المتين على طول وتحافظ على ادوية السكر يمتنع منع نهائي عن شرب الكحول يعني انت لو بتشرب كحول لابد ان انت توقف شرب الكحول نهائيا ثالث حاجة لازم يخفف المريض من وزنه يعني ايه يعني لابد ان انت تعمل نظام غذائي صحي تبدأ ان انت تخفف من الوزن لان ده بيقلل من تراكم الدهون على الكبد رابع حاجة اتباع نظام غذائي متوازن زي اللي احنا قلنا دلوقتي مع الرياضة اوعى تنساها خصوصا في النظام الغذائي ده لابد ان انت تنسى خالص حاجة اسمها الكربوهايدرات المكررة يعني ايه يعني تمنع الخبز الابيض تمنع الرز الابيض تمنع السكر المكررة كمان تمنع اي ادوية ملهاش لازمة يعني اي ادوية غير ضرورية والدكتور مش كاتبها اوعى تستخدمها هتستخدم فيتامين اي والسيرينيوم واللي لقوهم ان هم مفيدين جدا في موضوع الكبد الدهني اخر حاجة هو استخدام البكتيريا النفعة ودي طرق علاج الكبد الدهني بكل بساطة او الطرق اللي تخليك ان انت بكل بساطة توصل ان الكبد الدهني مشاكله ما تزدش بل ان انت تسيطر عليه ويبدأ يتزبط الوضع كده وصلنا الاخر الفيديو ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان يوصل لغيرك ويستفيد من المعلومة كمان ما تنساش لو انت على اليوتيوب تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وشكرا لكم وسلام عليكم